السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدعم في اللغة الإنجليزية تخرج لكم القناة ديروا هنا بحث عادي الدعم في السامية الدعم هاي لك القناة القناة هاي لكم تخرجكم هنا لما يكونش دير ابوني يدير ابوني هاي لك بالحمر يكليكي عليها هكذا تجي ابوني كي تجي ابوني هكذا بالقري يعني راهو مشترك في القناة وهنا هاوليك هذا الجرس الجرس فقط فعلوه باش يدخلوكم الكامل الفيديو اللي راني نديرهم روحوا للاختيار الاول هاوليك للجرس راهو مفاعل نديرو هكذا راهو بالزرق ومبعده وش نديرو ندخلو للقناة حب تخل من الصورات حب تخل من اسم كي ما حبيت كي تدخل للقناة هاي لك القناة التاعنا هذي هي القناة التاعنا وش نديرو باش نبحث على على الدروس نجي هنا يا هاي لك اكي اكي فيديوز بلاي لست ندخل في البلاي لست ندخل هكذا في البلاي لست كي تخل في البلاي لست شوفهم يخرجوا لك كامل اني ديرتكم على الشكل دوسيات كل دوسي فيه مجموعة من المجموعة من الفيديوهات مثلا مراجعة الفصل الثاني سنة الرابعة متوسط اني ديرا هنا 22 فيديو اوكي تدخل فيه مثلا هامليك لي فيديو الذي دابته المراجعة في الجزء الثاني مراجعة الجزء الاول حل نموذج الفرض الى اخره متفاهمين هذو كامل وش عدنا حتى الاخر كامل ها وليك اختبار الفصل الاول الى الاخره نرجعوا منا ثانيك ونزيدو نشوفو هايليك سنة الثالثة سنة الثانية اهنا كامل بهذا الطريقة رك رايح توجد الدورس هايليك دروس سنة الثالثة ثالثة متوسط سيكونس 3 عدنا سبع فيديوهات تاع دوروس اوكي هايليك سنة الرابعة سيكونس 2 عشرة فيديوهات المهم هذي هي الطريقة كيفاش تبحثوا على الدوروس في القناة اه هذا ما كان دلت هذا غير فيديو تعريفي فقط ونالان نرجعو للفيديو الثاني تلميذ اه سنة الاولى متوسط اني حذرت لكم انتم ثاني من سيدكم اشاني حذرت لكم اختبار جميل ان شاء الله يكون اه يعجبكم ان شاء الله يعجبكم الموضوع هو اختبار الثلاثي الثاني في مادة اللغة الانجليزية المستوى سنة الاولى متوسط هذا الموضوع وعبدناه من ولاية الوادي متوسط الشاهد حويدق عبد الكريم سيديم ستور الوادي سو نبدو نقرأ النص التعنا مع بعض شوفوا النص التعنا راه عبارة عن رسالة هاوليك التامبر هاوليك العنوان الى اخيره وهاوليك النص التعنا نبدو مع بعض اهنا يقول لك دير ستيف عزيزي ستيف دائما اللي نكتبوه في بداية الرسالة يكون هو اللي راح يتلقى الرسالة ولي نكتبوه اسمه في نهاية الرسالة هو اللي بعث الرسالة احنا عدنا اللي بعث الرسالة هو طاها هاوليك طاها ياسين سدين يعني هذا هو الاخر سيديم ستور الواد الجريا هذي الادرس تعوه اوكي نروحوا هنا نقراو النص التعنا مي نيم از طاها ياسين انا اسمي طاها ياسين اي ام الافن يورز اول في عمري احدى عشر سنة and i'm a pupil وانا تلميذ ات هودغ عبد الكريم هودغ عبد الكريم middle school نقرأ في متوسطة هودغ عبد الكريم i live in الواد اعيش في مدينة الواد i have got one brother and two sisters عندي اخ واحد وزوج خيات اوكي on weekdays ماشي weekend weekdays weekdays معتها ايام والاسبور from sunday to thursday من الاحد الى الخاميس i go to school اذهب الى المدرسة قال لكم من الحد للخميس اروح للمدرسة نشوفوا كيف الشي يبدأ اليوم اتاعوا i get up at half past 3 am نستيقظ على السادسة والنصف i wash my face اخسيل وجهي i pry وصلي and i get dressed والبس ملابسي i have breakfast at seven o'clock اتناول فطور الصباح على السابعة صباحا then i feed my pet dog rex وبعدها نوكل الكلب التاعي rex اسمه rex i go to school at half past seven am اروح للمدرسة على سبعة ونصف i have lunch at quarter past twelve نتناول الفطور التاعي على اثناش وربع after school بعد المدرسة i do my homework ندير التمارين المنزلية التاعي in the evening في المساء then i watch tv اتفرج ولا اشاهد التلفاز for half an hour لمدة نصف ساعة at quarter to eight على ثمانية غربة i have dinner نتناول الغداء العشاء التاعي i go to bed at at forty five or at quarter to ten روح نرقد على العشرة غير اربع on fridays في يوم الجمعة وش يدير يوم الجمعة ولا في ايام الجمعة وش يدير did and i go to the mosque انا وبابا روحوا للجامع in the afternoon i play football with my friends العشية نلعب كرة القدم مع اصدقائي and on saturdays وفي ايام السبتم my family and i go to visit my grandparents الفاملية التاعي الاهل التاعي وانا روحوا نزوروا بيت جدي يروحوا الجدي الجدي تتوحوا they live in the country side يعيشوا في الريف ok see you soon love طاها قالوا نشوفك عن قريب ان شاء الله طاها اوكي روحوا نشوفوا التمرين الاول i read the text and write the activities under the pictures هنا عدنا هو اعطالك صور وانت تعمر هذا باللي رو مكتبين بالاحمر هنا وش هو يدير او يعطي الكلب بتاعه وياكل هنا راهوا يصلي هنا يتفرج تليفزيون وهنا راهوا يلبس حوايجو هادو كامل تسيبوهم فى النص يوكل حوايجو يوكل الكلب بتاعه يقولوا feed pet feed pet راه يفنص اوكي يصلي يتفرج تليفزيون watch tv رهم كامل موجودين فى النص يلبس حوايجو get dressed اوكي روحوا task number 2 i read and answer the following questions نقرأ الاسئلة التوعية ونجاوب عليهم at what time does طاها ياسين have lunch وش مالساعة طاها ياسين عنده اللنج تاعه الاغداء تاعه شوف كيفاش تجاوب هنا he has تقدر تكتب هنا في بلاسة he تقول طاها ياسين اوكي طاها ياسين هاف تولي هاز اوكي طاها ياسين هاز لنج ات قبل الوقت لازم تكتب ات اوكي ات quarter past 12 اوكي هنا does he have a pet اسكو عنده حيوان الف دعم عنده كلب الاجابة تكون yes or no نقوله yes he does بدأتنا ب does نقوله he does رقم ثلاثة when does he visit his grandparents وش من ساحة يروح وش من ساحة يروح وش من ساحة يروح وش من ساحة وقتش وينتا يروح يزور بيت جدو يقولك يقولك he visit عدنا visit هنا رجحة visit he visit his grandparents on saturday يروح يزور الاهل اللي بتاعو ولا بتجدو في بصبت نهار الصبت هم بعد وش حدنا i find i find in the text words that are closest in meaning to the following رحين نشوفو كلمات عندهم synonym ولا عندهم المرادفات تتوهم come المشي يصير العكس التاحهم اوكي عدنا come يأتي go يذهب اوكي عدنا before عكسها after بعدها هذو كامل اللي تصيبوهم في النصر ثلاثة ثمارين الأولى دائما ثلاثة ثمارين الأولى اللي موجودة في السجدة اللغة الإنجليزية دائما يكون الإجابة تاحهم من النصر اروحوا الماستري أوف لانجوج التمارين الأول في الماستري أوف لانجوج والتمارين 4 i complete the following chart هنا أعطى لك جدول أعطى لك تي تايم الوقت أعطاه لك نمبر يعني أعطى لك هنا بالحرف وتتكلمها بالأرقام ومرة يطيها لك بالأرقام وتتكتبها بالحرف هنا ماذا يقول لك It is half past six هنا اللغة العربية نقرأها بالمقلوب نقوله six نكتبه ستة ومبعد هارف past هي أونس هي ستة ونسب طعنا هنا سبعة بيل سبعة بيل نقرأها seven o'clock هاي لك seven o'clock أعطى لك هنا يا اثناش واربع نقوله أربع نقولها quarter او اثناش او واربع هذيك او نقولها past quarter past twelve هنا يا طالك quarter to eight طالك ثمانية غير ربع ثمانية غير ربع معانتها سبعة وخمسة وربعين متفاهمين؟ التمرين الثاني ولا التمرين الرابع I write the correct form of the verbs in brackets هنا طالك الأفعال بين قوسين وانت تكتبهم في present simple ولا في الزمن تيهم الصحيح قال لك ستيف love ستيف يعتبر هو اوكي قلنا ستيف هو اسم إنسان واسم إنسان ذكر نقوله اللي نعوضه بظامر هي وهنا في present simple في المضارع كيكون عندك هي ولا شي ولا ات الفعل تاعك يا إما تزيد له اس يا إما تزيد له اس هنا في love رحي عادنا ال e نزيد له غير ال s مع ستيف تقول لنا loves اوكي loves weekend يحب نهاية الأسبوع he not go هنا معاهي تنفيها حط not go كيما رحي نزيد لها غير does هايلك does هذي هي does does not go كي تختصر هذي not تكتبها هكذا he does not go مع هي وشي وإيت كيتم فيه يقول does not he doesn't go to school ما يروحش للمدرسة he has a lot of hobbies عنده عدة مواهب عادنا هاذ مع هي وشي وإيت ترجع هاز he has a lot of hobbies in nice weather كي تكون الجو شباب he ride his bicycle in the park يروح يصوق البسكة التيعه في البارك هنا ride عادنا هي نزيد لها s rides اوكي ride his bicycle in the park فهمنا؟ نروحوا للتمرين رقم ستة I classify the underlined words in the chart below عادنا الكلمات هذو راح نحطوهم في الاخر تعنا هنا عادنا صوت ه وقتش ننتقوها ه وقتش ننتقوها س وقتش ننتقوها ز وقتش ننتقوها is هنا عادنا طه ياسين eats apples and branches his teeth اوكي روحوا نشوفوا هنا عادنا eat هاذيك الاسمع التالي ننتقوها س ونقولو eats اوكي apple عادنا ال ال قبل ال es كي تكون عادنا ال ال قبل ال es ننتقوها ze هاي ديك apples brush عادنا ال sh قبل ال es كي تكون عادنا ال sh قبل ال es ننتقوها ease هنا راهوا غالط بها هنا خطأ فقط ندروا bra she's اوكي he's هاذي ال h ننتقوها ه عالك he's تفهمنا اروحوا للتمرين السبعة i write a postcard to my new friend اوكي هنا عادنا postcard كيما اللولة اللولة هي في الحق مشي رسالة هي postcard اوكي وراني لو كانتارك رايح تكتب رسالة ولا تكتب postcard صديقك steve steve is my friend now الان steve صديقي اوكي he wants to know about my daily and leisure activities روح بيتعرف على النشاطات اليومية التاعي اوكي نبعث له postcard ولا رسالة and i do every what i do every day and on weekend وش ندير كل يوم وش ندير في ال weekend تاعي شوف كيفاش تكتب الرسالة التاعك اول شي نفس الشي كما نعطوها هنا في النص هنا اكتب الاسم التاعك وهنا اكتب الادرس التاعك هو واحا ونكب الادرس يعني اكتب غير الاسم التاعك هنا والاسم التاعك في الاخير وش تقول dear steve عزيزي steve my name is اكتب الاسم التاعك اوكي i am years old اكتب السن التاعك في الفراغ الثاني i am a pupil at اكتب هنا المدرسة التاعك والا المؤسسة المتوسطة التاعك اوكي i live in تعيش المدينة التاعك اللي تعيش فيها اكتبها هنا ايا i have got اش هال عندك brothers and sisters اكتب الرقم number تعال الذكورة وتاع البنات خوتك on weekdays هنا في ايام الاسبوع from sunday to thursday i من الحد للخميس وش تدير i go to school روح للمدرسة i get up at وقتاش تنضب اكتب الساعة لتكتب تنضب فيها i wash my face i pry and i get dressed ونصلي ونلبس حواجي i have breakfast at اكتب وقتاش تناول الفطر تاعك then i feed my pet then i feed my pet اكتب الاسم الاسم الكلب ولا قط ولا هنا اوك توكل الحيوان الف تاعك i go to school at اكتبوش من الساعة تروح للمدرسة i have lunch at اكتب وقتاش تتناول الغد تاعك after school بعد المدرسة i do my homework in the evening then i watch tv for half an hour هذي كيف كيف نفس الشي بعد المدرسة ندير الوسمه تاعي ندير الواجب المنزلي تاعي نتفرج تليفزيون لمدة نصف ساعة بعد at وقتاش وش من الوقت تتناول العشاء التاعك تقول ما لا بايش على الثمانية على التسعة ده براسك i have dinner تناول الغداء العشاء التاعي i go to bed نروح نرقد at وش من الساعة كتب على العشرة ولا كتب الوقت اللي تروح ترقد فيه ومن بعد الفقرة الثانية on weekends في نهاية الأسبوع on weekends في نهاية الأسبوع dead and i بابا وأنا go to the mosque روحوا للجامعة ولكن الطفلة تقول mom and i stay at home in the afternoon in the afternoon بعد المساء بعد الزوال i play football with my friends طفلة تقول i read books ولا i watch tv ولا i watch movies نتفرج فيه الملام اوك and on Sundays في بيامة تعسبت my family هالي تكتبوها طفلة ولا طفل my family and i عائدة تعي وانا go to visit my grandparent انت نروح ونظر البيت جدي they live in the countryside سايد يعيشوا 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 في ال في الريف من بعد مع التالي تكتب see you soon love وهنا اكتب الاسم التيعك متفاهمين سو هذا وش كان عندنا موضوع جميل ساهل للسنوات الاولى متوسط سنوات الاولى متوسط الي اعجبكم هذا الفيديو ديرونا لايك ديرونا تعليق انشرونا هذا الفيديو حاولوا تنشروه مع اصدقائكم باش تعمل فائدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته